القرار صح لجمعية المصارف والمصرف المركزي أنه نسكر البنوكي كل هذه الفترة لأنه اليوم أنا إذا بدي روح وقف على المطار قال لهم معي ألف دولار وقف على المطار قال لهم أنا بدي بيعكون الدولار بخمسة ألف ليرة يمكن لقي حدا نبدو بس هيدا ما بيعكس الحركة التجارية بالبلد إقفال البنوكي سمحت بكل هاي الإشعاعات وجوجل طلع ألف وسبعمية وهيدا طلع كذا بس اليوم الواضح أنه المصرف المركزي كل التقارير عم تقول عنده 6 إلى 10 مليار دولار عندنا استحقاق 2.5 مليار دولار بده يدفعهم لأنه ما بيلاحق يعمل اكتتاب المصارف فيها تفتح وتنفس الوضع الاقتصادي الموجود بس خلينا نكون كتير واضحين لازم يعملوا ضوابط صح بلشوا يعملوا لحوالات وشل اليوم بس بكرة هني رح يروحوا الناس ويسحبوا ليرير لبناني يلي مجهول باله يسحب قد ما بده مليانين لبناني يحط مصاري بالبيت ويطمن باله ويقبض معاش ويقبض كل شيء المصاري موجودة بالمصارف أنا الأهم شيء بالنسبة إليه هي هني ما أعلنوا عم بيقولوا أننا راجعين على الشغل بس فعليا فيه ضوابط على رأس المال وأنا برأيي لازم تكون صارمة أكيد ما بدنا حوالات تطلع برات البلد لأنه الوحيد يلي رح يهرب برات البلد هو المال الفاسد هيدا اليوم يلي هربان يخبي مصرياته برات لبنان بأسرع وقت ممكن لأنه شاف إخر قوصل ما هذا يمنعه ما هذا كمان ودائع وأنت عندك حرية نقد مفروض بالبنان كيف يمنعوك أنك تاخد مصرياتك فين يحطوا أرقام محددة جدا حسب تاريخ المعاملات لكل حساب قدي بيطلع له الحساب يلي بيبعثوا بيجيب مئة ألف دولار بالشهر غير الحساب يلي ولا مرة بيبعث لبرة وقرروا ريليون ويبعث مئة ألف دولار لبرة فهولي كلهم بيبينوا عندما يخافوا كمان تجار والمستوردين تجار والمستوردين عم يقولون طب لحظة ما نحن نستورد نحن عنا حركة حساب جارية نستورد بالدولار ونبيعهم بالسوق البناني بس هولي بيستوردوا على اعتمادات يعني بيفتحولهم ألسي الاعتماد معروف لمين عم بيصدروا لمين عم بيفتحوا في عنده عمل تجاري تاريخي هذا بيستورد بخمسين ألف دولار كل شهر بيفتح ألسي بي عشرين ألف دولار بالشهر هولي الناس معروف من أنه هولي ما بينخاف منهم والدولار موجود لأنه اقتصادنا مدولار نحن لازم نوقفه هو هروب الأموال يعني أي حدا فجأة بهب وبيقول بدي أخذها المصريات وقررت أنه بدي حولهم في شكوك في شكوك هلأ واحد عيش بلبنان وحياته كلها بلبنان بيقوم بيبعث مصرياته لبرة كراميل ما يقدر يرجع يجيبهم كيف هيدا أنه ما بتفوت بالرأس إلا إذا عم بيخبيهم برة وناوي يسافر وراهن هو فأنا برأيي اليوم الضوابط على رأس المال يراحوا على الهجرة من بعد هذا الموضوع وهذا الشي موجود عند لبنانيين فيه لبنانيين كتير بأي كلمة هيك البلد يحسوا أنه ممكن يروح على أي مشكلة أي حرب عم يتحقص عم يتحقص في التهديد بالحرب اليوم بيقول لك بدي سافر بدي هجر هون شو بيصير بيقدر يحول مبالغ محدودة هيدا بيسموها ضوابط رأس المال يعني ما بينقطع من ماله بس بتكون العملية مدروسة لأنه نحن اليوم يلي عم نعمله عم نخاطر ببلد كامل إذا ما حطينا هيدا الضوابط يلي بتقديري صارت إلزامية يعني اليوم إذا كل الناس حولت الأولاد عملة برة وفضينا البلد من الدولار ننزل بجورة ما منقدر نصلح متنا نحن عم نعمل لأنه نحن مأمنين بالإصلاح وبالتالي نحن عم نضغط على إصلاح هذه السياسات الحكومية ما عم نشتغل على أن نفض البلد من ناسه ومن ماله طب بس إذا هيك عم بتقول كنت منتقد فكرة أنه المصارف رحت على الإكفال صح طب بس إذا هيك مبرر صار الإكفال لا أبدا بالعكس لو ضلت فاتحة بالليرة اللبنانية ما كانت حقنة هالقد وصارت كل الناس خايفانة من القطاع المصرفي لما نسكر 12 يوم بصير الناس بتهلوس بأنه فيه مشاكل أكبر بكتير من ما الحجم الموجود هيدا الأساس بأنه نحن نترك شغلة اللي ما بتعرفيه اللي بتجهلي بتخافي منه بس لما تطلع المصارف تقول هاي موجوداتنا وهيدا اللي عم ينعمل ونحن موجودين لما بلشوا يبعطوا رسائل على التليفونات أنه المصاري موجودة بالأيتم قدر تحت الناس لما بعتوا رسائل أنه نحن رح نحول المرتبات للموظفين قدر تحت الناس طب لو ما عبروا عن هيدا الشي شو كانت عملت الناس كانت جنت فأنا برأيي فيه مسئولية على القطاع المصرفية اللي استفاد كتير من سياسات الحكومة بأرقام هائلة أنه هو اليوم يوقف مع الشعب اللبناني بهيدا الموضوع وما يفوت كمان بزواريب السياسي لا يشوش تعتبر أنه بالقرارات اللي عم ياخذها بمكان ما هو يدخل بالزواريب السياسي أو بمعنى شكل يمكن كمان بهيدا مثل ما بقول الإضراب الإرادة اللي عملوه شكل أداء الضغط على الشارع كان الهدف الشارع أن يضغط عليه مش السلطة السياسية أنا بتأديري هو ما كان يضغط على السلطة السياسية أنا برأيي قطاع المصرفة وحاكم مصرف لبنان شركاء مع هذه السلطة بالكامل لأنه اليوم كل المصارف تقريبا أموالها موجودة سنداتة خزينة يعني مش كل يطن كمان معهم سلولة يعني بيصير للتولة بيصير لقلون نحن أحد الأهداف الأساسية لا الانتفاضة هي نخلق شرخ بين مكونات هذه السلطة وأنا برأيي أحد الأحزاب الكبرى بالسلطة هو القطاع المصرفي كرميل هيك دعس الناصة والتصريح اللي عمله حاكم مصرف لبنان عن الانهيار بأيام أنا برأيي يمكن أثرت أكتر من كلمة سادر لأنه هذه اللي بتعمل ضغط على المؤسسات المالية ولما الناس تسجل شغلة مثل هاي كلهم رح يتالفنوا يقولوا كيف بدي حول لك مال سادر وحاكم المصرف بقول بعد ثلاثة ايام تنهار أنا ما رح حول لك لحط مصاري بشركة أو بدولة نهارة فيابتكم تزبطوا الوضع يعني إحنا ما بقى فينا نكمل أنا برأيي تصريح الحاكم لعب دور وأنا ما برأيي كان بمحال من هون لعب دور يعني لعب دور بالاستئالة الرئيس الحريري طبعا يعني البعض يقول أن الرئيس الحريري استقال قبل قبل بيوم يعني مشرد إعلان الاستئالة كان نهار تاني يوم بس قبل بيوم كلام الحاكم يعني إقالة حكومة الحريري يعني ما بعرف إذا الحاكم هل قد ببتها بالقوة السياسية بس بيحط عملية ضغط عالية هاي البلد حيسقط صح بيحط عملية ضغط كتير عالية بيحط عملية ضغط كتير عالية على الطبقة السياسية لما يحاكم يقول أنا ما أنا قادر هدي الوضع الاقتصادي بتاتا ولكن ممكن ناس وشفناها بدول كتير مثل فنزولا وغيروها أن الناس ما بيهتموا للوضع الاقتصادي بيتركوه ينهار المهم نظلم سيطرين على السلطة وأنا هيدا الخايفان منه بالوضع اللبناني إذا اليوم ما نحكي عن أكبر الهواجس أن السلطة السياسية تكون مستعدة خاطر بأرزاء اللبنانيين والاستقرار الاقتصادي كرميل ظلم حافظة هي على السلطة يعني اليوم إلنا ثلاث سنين عم نحتفل بذكرة ثلاث سنين مش عم نحتفل فعليا عم نتذكر ثلاث سنين على العهد اليوم تطبقوا فاليوم نحن عم نشوف عم نقيم شو عم بيصير من التسعين لليوم ومن ثلاث سنين لليوم كيف تدهور الأمور عم بيصير ما بتأديري بعد في حدا بيقدر بيقول أنه نحن هيدا المصار يمكن إصلاحه أو أنه التوازنات والمصالح بعد ممكن تبرر له أنه ترجع تكرر نفسها أو تعيد تدوير نفسها داخل الحكم بدنا نقلة نوعية إنقاذا لهيدا البلد مسئولية كل هول الأشخاص اليوم نكلف حكومة من الأشخاص اللي عندهم قدرات الحياديين وأصحاب المصدقية من داخل السلطات القطاع العام والقطاع الخاص والخبراء كلياتهم من لبنان ومن خارج لبنان بملفات بيفهموا فيها بيقدروا يتابعوا فيها مع قرارات استثنائية لهيدا السلطة لا تقدر تمشي فيهن كتير بسرعة من رد الاستقرار السياسي ورجعوا تخانا ومحنا عم بيقول ولا ما حينالوا راسهم للشعب اللبناني وهلأ صاروا كلهم علمانيين وبياخدوا العقل بعدنا فهمانين فيه ضوابط وفهمانين فيه سرعات وفهمانين فيه عندنا ناسحين بلبنان وعندنا حدود نحن حرب مفتوحة مع اسرائيل وعندنا بلد سورية منه مستقر فهمانين كل هذه الاعتبارات بس هذا يعني أنه نحصن التوافق السياسي ضمن الوضع اللبناني ولا ننجر إلى الغرق بتفاصيل أنا أدي حصتي وحقوق المسيحيين وأوعى جمهوركن وانتبع حالكن والاختراقات وركوب الموجة نحن اليوم في مصار انطلق بالدولة اللبنانية هيدا المصار قرروا الشعب اللبناني يلي شغلته هلأ هو كالتالي بيجي بيقول أنا هيدا الحكومة ما بدنا إيها سقطناها بالشارع اليوم بسرعة جدا تكليف رئيس حكومة واستشارات نيابية ملزمة سريعة وبعدني ما بعرف لاي رئيس الجمهورية متلك بهذا الموضوع لازم مباشرة نحدد المواعيد ويضلن صهرانين ليلة نهار ليكونوا أخذوا أرار الكتلة النيابية ما منأخر البلد كل ياته لنترك شوارع طائفية وتحريضات عم تصير إذا نحن حرسين على البلد وراها مباشرة رئيس أو رئيس الحكومة المكلفين لازم يقولوا شو المعايير العامة اللي اتفقوا فيها مع الوزراء ونروح نشوف عن جد نوعي وأنا برأيي هون أهمية الإعلام غير الإعلام التحريضي طبعا الإعلام المسؤول يلي عم بيصير يلي فتح الهوى يجيب هول الأشخاص من ونحكي عنهم ونحكي عن هوياتهم وخبراتهم وقدراتهم ونحكي عن التحديات اللي بدأت واجههم لأنه لازم الشعب اللبناني يعرف كل التفاصيل بيطلع يعني بيقولوا لك دايما أول ليس هي للحرق بعدين بيطلعوا الأسماء يعني بيصيروا يسربوا أسماء ناس بيعملوهم أنهن عساس الوزراء المفترضين فجأة تاني يوم تتغير الأسماء بليلتها يعني صحيح كمان مش هلقدر نعمل هذا يمكن هذا الهومورك نعمل بعدين من بعد ما يجي وزراء يصيري نعرف كل واحد إذا برزنا المعايير وبرزنا شو التحديات الأساسية لإصلاح الأمور بالبلد يعني لأول مرة نحن صرنا عم نتابع التلفزيون وما عم نشوف بس الناس عم تعبر عن وجع اللي قلنا جمعتين شفناه وفهمناه هلأ بدنا نعبر للناس عن الحلول اللي بتطلع